اشتركوا في القناة اللهم اجعلنا مستقيمين هادينا مهتدين فثبتنا على هدايتك وعافنا مما ابتليت به الزائغين اللهم اشبي مرضى وحرر بالنصر الأسرى وارحم اللهم الموتى اللهم اجعل يومنا بسبيله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآل محمد جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعاتنا على يوم الجمعة عشرين كانون ثاني يناير وبرضو اليوم عنا انتقال الشمس اللي رح تنتقل من برج الجدي لبرج الدلو عشان هيك منولة جميع مواليد برج الدلو كل عام وأنتم بكل خير طبعا القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة سبعة واحد عشر دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة ساعة الدابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية وزي ما ذكرنا يوم أمس القمر الآن موجود في برج القوس وفي عنا خلو مسار لسما انتقل بالكامل لبرج الجدي خلو المسار بدأ الساعة عشر وثمان دقائق صباحا من صباح اليوم الخميس ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة سبعة واحد عشر دقيقة مساءا من مساء اليوم الخميس اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الجدي هذا بيعني أنه الآن موعد بث الحلقة ولغاية الساعة سبعة واحد عشر دقيقة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة واحد عشر دقيقة مساءا القمر خلاص بكون انتقل واستقر في برج الجدي عشان هيك منعود لطبيعتنا الجدي نحاول إنجاز عمل متراكم منجد أنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة أو ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو مراجعة أو عمل شيء له علاقة بالتأمينات يا مراجعة شركة تأمين يا عمل تأمين يعني أمور من هذا القبيل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زوايا جديدة ظهرت على الساحة أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهذه تأثيراتها رح تستمر لغاية تسعة وعشرين واحد طبعا هي من اليوم عشرين واحد لغاية تسعة وعشرين واحد دروتها يوم خمسة وعشرين واحد الساعة وحدة وثلاثين دقيقة صباحا هاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا ثقة بالنفس والتسامح والمهل لحسن التصرف برضو هذا الاتصال بجلبنا بعض الحضوض والنجاح وإمكاني أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم برضو بحقيقنا في حياتنا المهنية والمادية برضو بعض المكاسب وممكن تربطنا علاقات مهمة ونافعة في الفترة هاي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا اليوم بتبدأ تأثيراتها لغاية يوم خمسة وعشرين واحد ذروتها يوم اثنين وعشرين واحد الساعة عشر واثناشر دقيقة مساء بسبب هاي الزاوية بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة لغير رجعة طبعا سبب الانقطاع بكون الغيرة حب التملك مهلنا للاكتئاب ونزاعات مع المحيط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران السلبية اللي بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة من يوم خمسة عشر واحد لا يوم اثنين وعشرين واحد طبعا بتثور أعمال من العنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض اللي بيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين وبالدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيوم الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق وظواهر الطبيعية كالزلازل براكين التعرية والأمور المناخية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون دروتها الساعة وحدة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني من الآن تأثيراتها بتبدأ وبتستمر حتى تمام ساعة الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للحدث اللي ذكرناه وهو انتقال الشمس لبرج الدلو الساعة ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش راح تنتقل الشمس اليوم الجمعة لبرج الدلو راح تضل لغاية مساء يوم السبت ثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش خلال هاي الفترة المذكورة ما بين عشرين واحد وثمانتاش اتنين بيشعر موليد برج الدلو بتحسن بيطرع على صحتهم تدريجيا بعد انهم اجتازوا فترة غير مريحة بالفترة الماضية اللي هم الشهرين اللي مضوا بصورة عامة وجود الشمس في برج الدلو بيترك اثر ايجابي على موليد الابراج الهوائية والنارية الجوزة والميزان والحمل والاسد طبعا اقلهم الاسد والقوس اكثر الابراج عرضة للمتاعب الصحية والضغط وهم موليد برج الحوت والعذراء وايضا موليد برج الاسد لانه بعطيهم ايجابية على مستوى الشراكة ولكن بضغطهم على مستوى الطاقة ان طاقتهم بتكون ضعيفة طبعا الحلقة الكاملة اللي فيها عن انتقال الشمس وايجابيتو سلبيتو زوايا الفلكية وتأثيراتها على جميع الابراج موجودة على القناة بتقدروا ترجعوا وتسمعوها لانها هاي تغني عن توقعات شهر كامل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون ذروتها ساعة ثمانية ونص أو ثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها طيلة النهار بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون ذروتها الساعة ستة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر وبتستمر لما بعد منتصف الليل بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة الجلد الشعر الطحال جهاز التوازن عشان هيك هذا اليوم يعني يوصى بإجراء العمليات الجرحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وهذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت 21 واحد بيبدأ في تمام الساعة 53 دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر 27 يوم في تمام الساعة 3.19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 28 يوم نسبة الإضاءة 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس زي ما حكينا الآن في الجدي بدها تنتقل في ساعات الصباح للدلو ورح تضل في الدلو لغاية 18-2 هي الآن سعيدة بنسبة 30% في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في الجدي حتى يوم 21 واحد سعيد الآن بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 85% ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 100% عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين لأن القمر في البيت العاشر بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول إنك تبرر عملك وأظهر مهاراتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة وإنت اليوم طبعا طباعك شوي وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب والإطراب برج الثور بتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبرضو بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم أهمش إنك ما تجعل شيء يحبطك في التطورات غنية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا تعتبر فترة مناسبة للسفر أو أوراق السفر أو معاملات السفر وأيضا لورشات العمل برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية خلال هذا اليوم أهمش إنك ما تتشبث بمواقف متصلبة بلكون مرن ومبتسم ناقش بليوني وبالدبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدع يومك بنشاط وحيوية برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو الحاطفة أو ما بينكم بين الأزواج ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء شوي ممكن تكون متوترة لأن القمر موجود مقابلك تماما في الجديد فبيصحب من طاقتك ركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء بطبيعتها ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة فما في داعي للمشاكل والحدية وهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك بتكونوا جاهزين أنتوا عندكم قدرة على إنجاز قسم كبير من عملكم ولكن لا تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة حاول أنك تكون أكثر انضباط وتنظيما ممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية وحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون في نوع من أنواع العمل الجديد عندك خلال هذا اليوم برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب لا نشاط فني أو هواية مثلا وهاي فترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن شوي هيك يكون في بعض الندم على تصرفاتك الأخيرة وتحاول ترتيب الأمور أهمش أنك ما تفرض سلطتك على أحباك فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم شوي ممكن تبدو مضطرب أو مرهف الحس بعض الشيء بتشعر بالارتباك أو ممكن تغضب بسرعة فعشان هيك بدك تتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة اليوم رح يكون في كثير من الأعمال والإنشغالات المنزلية برج العقرب بتكثر عندكم اليوم التنقلات والاتصالات والنقاشات والحوارات ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على الفرصة اللي بتحلم فيها خلال هذا اليوم وبارضو بتقدر تبرر مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا هذا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن اليوم يحصلوا على هدية أو جائزة وممكن تحتاج لمساعدة جهة ما فيعني حاول أنك تطلب المساعدة طبعا فيه نوع من أنواع الدعم لإلك خلال اليوم بيسهل عليك كثير من الأمور في حياتك أهم شيء أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك وكون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا القمر خلاص بدي ينتقل لعندكم فبتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود ووسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تبحثوا عن أي شيء جديد أو عن أي أمر مميز عشان اليوم أنت عندكم الطاقة لا تتمموا أمور أو لا تسعدوا من هذا الأمر حتى على الأمور العاطفية ممتازة بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر هاي فترة من أفضل فترات خلال هذا الشهر حاول أنك تدخل التنويع لحياتك الشخصية في نوع من أنواع الإنفراج والتسوية برج الدلو بتشعروا بالتعب بنال منكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاولوا أنه هيك تخلدوا للراحة من وقت لآخر هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول أنك أنت تركز بشكل جيد خلال هذا اليوم ما تتخذ قرارات حاسمة وما تفقد سيطرتك على عصابك ممكن تواجه بعض الضغوط والعرقيل والامتحانات الصعبة أو تخسر صفقة تجارية أو حد يوعدك بشيء ما يوفي أو تحزن لخبر ما فما في داعي للتسرع كلها يومين والقمر بصير عندك برج الحوت بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حش التأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف وممكن اليوم بعض موليد برج الحوت يسافروا أو ينضموا لجمعية أو يهتموا لشؤون أقارب الشريك الأجواء الاجتماعية هي الأكثر تقاربا معك وهي اللي فيها المكاسب الكثير لإلك اللي ممكن تستغلها وتستفيد في الفترة القادمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء